مشروع بسمة أمالي يكرم عدداً من الجرحى وأسر الشهداء وذلك في المركز الثقافي في السويداء بلباسهم العسكري وقفوا بشموخ وإباء يحملون جراحهم بفخر وعنفوان وساماً على صدورهم وقد جادوا في العطاء في سبيل الوطن وأي عطاء يمكن أن يرد جميل هؤلاء الأبطال فإنه قليل أمام عظمتهم واجب على كل سوري مقتدر على كل رجل أعمال مغترب أنه يجي لعند أهله وأرضه ليساهم ببناء الوطن ودحر الإرهاب والحمد لله نحن على أبواب النصر عامر العشي محافظ السويداء وأمين فرعي حزب البحث العربي الاشتراكي شاركوا في هذا التكريم مؤكدين استمرار الجهود لتقديم كل ما يلزم للجرحة وأسر الشهداء الشفاء العاجل لكم يا حماة الديار يا جيشنا العربي السوري الباسل يا بواسل هذا الوطن أنتم حميتوا هذا الوطن وحميتم أعراض هذا الوطن وحميتم وحدة هذا الوطن اليوم تم تكريم 275 من زوي الشهداء وجرح الحرب شهداءنا الأحياء الذين يستحقون مننا كل تقدير واحترام وكان مشروع بسمة أمل هو المشروع الرائد في القطر الذي اهتم وتابع وشمل برعايته الإنسانية كل أبطال الجيش العربي السوري جرحانا وأيضا زوي الشهداء ووسط حجدا رسميا وشعبي ودينيا وأهلي وبحضور عددا كبيرا من أسر الشهداء والجرحة الذين عبروا عن شكرهم لهذه المبادرة وأهميتها في دعم صمودهم وتقدير تضحياتهم تكريم للشهداء وأهل الشهداء الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا وإن شاء الله للنصر الأكيد بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد التكريم يعطي معنويات عالية وبيعدلهم للحياة إن شاء الله تكريم الجرحى وأسر الشهداء في السويداء هو رسالة إلى هؤلاء الذين قدموا دماءهم فداء لسوريا بأنهم سيبقون دائما موضع اهتمام وتقدير الوطن بكل أبنائه في طريق الانتصار على الإرهاب